نحن نعرف أيها الأخوة أن بعد أحداث الرابع من ديسمبر ديسمبر شهر لا ينساه اليمنيون شهر ارتبط بذكرى تصفية زعيمهم صالح ففي الوقت الذي ما زال هؤلاء عاجزين عن نسيان اغتيال مؤسسهم لأول مرة رئيس ما يسميه الانقلابيون المجلس السياسي صالح الصماد يخرج عن صمته ويطالب أعضاء في المؤتمر الشعبي يخضعون للإقامة الجبرية بالتصالح ونسيان الماضي لمواجهة العجز الذي تواجهه الميليشيات على الجبهات الصماد أدلى بتصريحات عدة واعترف بنهيار قواهم على الأرض مطالبا بإغلاق ملف انتفاضة صنعاء وفتح صفحة جديدة مع أعضاء الحزب واعدا المؤتمرين بإطلاق سراح المعتقلين من أنصار صالح الصماد أقر أن مقتل صالح أثر سلبا في الجبهات في ظل انسحاب معظم قوات الجيش وانضمام المئات إلى العميد طارق صالح ولمح إلى قرب سقوط الحديدة وإب والبيضاء بيد الشرعية داعيا إلى التحرك ميدانيا لحشد المقاتلين على الجبهات تحركات الصماد تتزامن مع إبلاغه من لجنة التعبئة بفشل حملة التجنيد الإجباري والطوعي المعلنة الشهر الماضي ميس الحربي العربية